السلام عليكم مرحبا بالجميع في هذا الفيديو ان شاء الله سنتكلم لكم على تواريخ جد مهمة خاصة الجميع يعرفها باش ما تفوتكم حتى حاجة من بين هذا التواريخ تاريخ انعقاد مجالس الاقصام الخاصة بالتوجيه للحسم في اختيارات التلاميذ لكن قبل ذلك بغيت كل شي يدرجم لهذا الفيديو باش يوصل عند اكبر عدد ممكن باش هكا يستفد الجميع اذا على بركة الله نبدأ الفيديو ديالنا اذا تواريخ مهمة جدا جدا اذا اه غنعطيكم تاريخ وانعطيكم شنو غيكون في التاريخ هذا اذا قبل ستا يونيو الفين وعشرين يعني يونيو هو شهر سبعة وليوما شهر في الشهر اليوما سعود وعشرين في شهر ستا شنو غيكون في التاريخ هذا تهيئة الحسابات الشخصية لجميع التلاميذ المعنيين وتمكنهم من رموز ما صار واقنانهم سرية يعني قبل ستا يونيو خاص الجميع يكون توصل باش بالكود ديال ما صار ديالو ندوز للتاريخ الموالي ولوج اذا بين ستا واتسعة عشر يونيو الفين وعشرين ولوج تلاميذ المعنيين الى موقع متمدرس للتعبير عن رغباتهم الدراسية والتكوينية كين دابا اللي تدخل المصر تقول يا أستاذ راه ما عاقنيش في نعمر توجيه او لا في نعمر الشعب اللي انا غادي نكمل فيها قرائتي ان شاء الله من بعد التاسعة راه ما زال ما ما بداتش العملية ديال انك تختار الشعب اللي انت غادي تقرأ بين يعني فوقاش غادي تم البداية بين ستا واتسعة عشر يونيو عاد غا تبداد العملية هذه وخا اذا انتو ما مخسكوش يعني تفوتو هاد تسعتاش هادي باش هاكو ان شاء الله تقدرو تكونوا عبرتو على الرغبة ديالكم في الشعب اللي انتو ما غادي تكملوا فيها قرائتكم سينو غا تلقاوا التاريخ يعني فاتكم وما غا تعبروش على اه شعبه ديالكم وهاكا يعني ما نحققش انك انت تختار شعبه بل يعني اللجنة هي اللي غادي تختار لك الشعبه اللي انت غادي تكمل فيها قرائتك وخا غا ندوز للتاريخ الموالي اللي هو باللون الاخضاء اذا قبل الربعة يوليوز الفين وشرين يعني يوليوز هو شهر اسبعة شنو غا يكون فيه اذا تعملوا المؤسسات تعليمية على مسك رغبات تلاميذ الذين لم يقوموا بهذه العملية في الاجال محددة اذا المؤسسات هنا يا شنو غادي ديروا غادي شوفوا العدد ديال التلاميذ اللي مع مروش او اللي مع بروش على الرغبة ديالهم في التوجيه غادي ندوز للتاريخ الموالي اللي هو باللون الاصفر اذا من سعود الى 11 يوليوز الفين وعشرين شنو غادي دير في هذا التاريخ هذا انعقاد اللي جنل الاختيار الاولى للنظر في في اختيارات تلاميذ ذات المقاعد المحدودة وفق المعايير المعتمدة كان مثلا اللي في المؤسسات اللي مثلا غادي دفعوا عدد كثير من تلامت غادي دفعوا مثلا ديال يدفعوا مثلا جدع مشترك تكنولوجي والمؤسسة مثلا اللي غادي يمشي ولها طلبة مثلا غير غير خمسين او المؤسسة اللي او اللي يدفعوه دفعوه مثلا دفعوه 300 واحد اذا ما يمكنش المؤسسة اللي غادي يمشيو لها تكون قابل هاد العدد كامل شنو غادي يدير هنا يا هاد اللي جان هاد اللي جان غادي يختارو او غادي ينتاقيو يعني غير هاداك العدد اللي مخصص لديك المؤسسة وخاف اذا هاد العملية هادي كيدخلو فيها يعني كشوفوا النقاط ديالكم كيشوفوا واحد مجموعة من الحويش سوف ندوز للتاريخ النهائي اذا من 14 الى 18 يوليوز 2020 انعقاد مجالس الاقصام الخاصة بالتوجيه للحسم في اختيارات التلاميذ اذا في التاريخ هذا غايت شوفوا تلامت كل تلميذ يعني شنو هي الشعبة اللي اختار وفي حالة ان كان مثلا شي تلميذ ما اختار شي شعبة اللي كيشوفوا ان هاد المجالس الاقصام غير مناسبة له فكيعاودوا انهم يوجهوا من جديد الى قدروا انهم يتصلوا به فكيدروا ذلك الى ما قدرش انهم يتصلوا به فهما كيحاولوا انهم يوجهوا ويفقدوا كل نقاط اللي جاب هو صفي اذا الى كان عندكم شي تساءل خليه اللي في التعليق وما تنسوش هالتواريخ رها مهمة ومهمة جدا واحد موفق للجميع موسيقى موسيقى